السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة هحضر معاكم وصفة التراميسو الايطالي تعتبر احلى صنف حلو موجود في الحياة لو طلبنا منه كل يوم مستحيل هنزهق منه انا بحب التراميسو جدا واي حد بيحب القهوة هيحبه قوي هنحضرها على الطريقة الايطالية الاصلية علشان بقى نحضر كريمة التراميسو هنحتاج جبنة كريمي انا استخدمت جبنة كيري كمان هنحتاج علبة من كريمة الخف هضرب بقى الكريمة الاول وبعدين هضيف عليها الجبنة هضيف كمان معلقتين كبار من السكر هنضربهم بقى كلهم مع بعض ومش هنضرب كتير علشان الكريمة ما تفصلش معاي هنحتاج اربعة من صفار البيض هضيف عليهم اتنين معلقة كبيرة من السكر وكيس فاناليا الوصفة الاصلية للتراميسو بيستخدموا فيها البيض الني بس انا مش هستخدم بقى بيض ني انا هسوو البيض على البخار اول ما يبقى معانا بالشكل ده هنزله وهسيبه بقى على جنب لغاية ما يبرد تماما كده بقى خليط التراميسو عندي جاهز هحضر بقى خليط القهوة اللي هغمس فيه البسكوت هنحتاج اتنين معلقة صغيرة من القهوة سريعة الزوابان هضيف عليهم كباية كبيرة من الميا والميا عندي لازم تكون سخنة ده بقى نوع البسكوت اللي احنا هنستخدمه في الوصفة هغمس بقى البسكوت في خليط القهوة وهرفعه على طول احنا مش عاوزين البسكوت يشرب قهوة كتير ويبوش معانا يدوبك اول ما نزله نرفعه على طول هضيف بقى طبقة من خليط الكريمة اللي احنا عملناها هضيف طبقة تانية من البسكوت واخر حاجة هضيف طبقة كمان من الكريمة هزبط بقى السطح بتاحها كويس قوي قبل التقديم على طول برش عليها طبقة من الكاكاو الخام شوفوا بقى شكلها عامل ازاي بجد طحفة اتمنى انكم تجربوه لانه فعلا طعمه حلو قوي لو الفيديو عجبكو اتمنى ان انتم تحطوا لايك بالهانة ويشوفها مقدمة لكل اللي هيجربها استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي هعمل فيه الكفتة المشوية اشوفكم على خير قريب باي باي